صباح الخير لكل مشاهدين أجواء حارة موجة حر تخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية خلال نهار اليوم إن شاء الله الأربعاء وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة نبخوز الوضعية الجوية حارة على أغلب المناطق الشمالية للوطن وكان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه يخص كل من ولاية سيدي بالعباس غيليزان شلف مست غانم عينتي موشنت ولاية تلمسان عين الدفلة معسكر ووهران بتسجيل درجات حرارة قصوة تتعدى 38 درجات تحت الظل وهذا إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم إن شاء الله ويرتقى بخلال ظهيرة اليوم الأجواء ستكون حارة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الداخلية أيضا شلف ستقارب 38 درجة تحت الظل مسيلة حوالي 35 درجة مع نسبة رطوبة في حدود 28 بالمئة تزيب الزو 34 درجة إن شاء الله وضعية جوية ستكون مشمسة ومستقرة فيما يخص أغلب السواحل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية للوطن عين الدفلة رياح ستقارب 25 كم في الساعة ولاية سطيف سنسجل 30 درجة إن شاء الله وهران حوالي 34 إلى حتى 38 درجة خلال ظهيرة اليوم الأربعاء تلمسان 38 درجة مع نسبة رطوبة تقارب 27 بالمئة وولاية ماسكر إذن كما شفنا حسب التنبيه ستتراوح على الأموم بين 35 إلى 38 درجة وسيدي بالعباس إذن حوالي 34 درجة توقعات إن شاء الله درجات الحرارة القصوى فيما يخص الولاية الجنوبية إذن مقارنة بالمناطق الشمالية ستكون منخفضة إذن راح نسلو إن شاء الله كأعلى مقياس في حدود 37 درجة ببرج باجي مختار إنجزام حتى بإن صالح وأدرار إليزي جانت ستقارب 30 درجة بشار وتندوف أيضا 30 درجة غردايز الفانة المنيعة 29 إلى 32 درجة وكذلك بالوادي المغير وورقلة حتى بحاسي مسعود الرياح ستكون قوية خلال ظهيرة اليوم على وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري تقارب سرعة الخمسين كيلومتر في الساعة ستكون مرفقة بتطير كتيف للزوابع الرملية والمناطق الشمالية فكما شاهدنا الأجواء ستكون حارة وحتى خلال الأيام القليلة المقبلة نبقى نصل درجة حرارة قياسية تتعدد 38 درجة على المناطق الداخلية إذن هذا المرتفع للضغط الجوي الكتلة الهوائية الحارة تبقى تخص أغلب المناطق الشمالية وتبقى متمركز على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وهي سمة التقص خلال شهر أكتوبر يعني لو نقارن درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال شهر أكتوبر بشهر أوت مرتفعة مقارنة بشهر أوت فإن شاء الله الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة ستكون مع نهاية شهر أكتوبر إن شاء الله توقعات حالة البحر سيكون هذا إلى قليل الاثتراف فيما يخص أغلب المناطق أو السواحل الوطنية الرياح لن تتعدى صورة 30 كم في الساعة رؤية متوسطة علو الأمواج أقل من المتر الواحد وإتجاه الأمواج شمال شرقي على كافة السواحل الوطنية ويبقى البحر إن شاء الله هادئ إلى قليل الاثتراف فيما يخص أغلب السواحل الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي الأجواء ستكون صيفية بامتياز على الولايات السحرية إذن مشاهدين كانت هذه توقعات حالة التقص خلال نهر اليوم إن شاء الله شكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة إليك بلال جزيلا شكر لك هنا إذن متابعينا الكرام